طيب دكتور يوسري قبل ما نطلع لفاصل حديثكم تتحدث عن نقطة مهمة جدا ليها علاقة بتفاع رجال المال والأعمال طبعا ده بعد دور الدولة والتوجه للاقتصاد والسوق الأفريقي وحديثكم تتحدث على فكرة دراسة الموارد اللي موجودة في تلك الأسواق خلينا أقولك أنه فعلا يعني زي ما قلنا كده أن الدولة أجرت إجراءات كتير ومازالت تبحث فيه يمكن ما هو كام على المشاكل والتحديات الحديث عن طريق قرار كتاون عن تطوير في بعض المشروعات النقل والبنية التحتية عن البلد بتعمل تعاون مع أفريقيا قوي جدا حتى تمهد السوق لدخول القطاع القص يعني وجود أو تعاون دولي لما البلد تعمل سادة تنزانيا أو تعمل مزارع أفريقية ده بيسموه تمهيد لدخول المجتمع القصر المصري خلف القادة السياسية التي تصنع نموذجا جيدا في التعاون الدولي مع القرار الأفريقية الأفريق الآن بيشهدوا يعني ربما جزء أصيل من شيء جديد في العلاقات المصري الأفريقية لديهم رغبة عارمة جدا للتعامل مع المجتمع المصري لديهم فرصة كبيرة جدا في حاجات كتير جدا عندهم خامات كتير زي ما قلنا قبل كده والأرقام بتقول أنهم سوء كبير مليار و3 مليون 60% أرض صاحة للزراع بنتكلم على معادل موجودة بنتكلم على نحاس موجودة على الرونية موجودة على دهب 50% متعددها بالعالم غاز موجود الآن في بعض الدول الأفريقية بنتكلم على السنغال بنتكلم على موزنبيق يعني عندنا فرصة سناحة جدا حقيقية داخل عمق القرار الأفريقية كيف نستطيع التعامل معها وما هو دور الدولة وما دور القطاع القصف مع بعض في التنسيق عايز أقول باختصار شديد جدا أنه لابد أن تفاعل الدولة وتزيد عدد التمثيل التجاري وتدعم التمثيل التجاري في الأوقات الأفريقية كمان النهاردة يمكن الجديد في المؤامر أن بدأت الدولة تتجه بشكل جديد في طيران إير كايرو النهاردة في 1 ديسمبر القادم هيكون الطيران بيطير مباشر على وجدوجه في بوركينا فاسو بيطير طيران مباشر أيضا على السنغال يبقى كده في خطين يتفتحوا بجلب الخطوط اللي كانت مفتوحة كنا 11 هنبقى 12 محطة محطة يعني إيه يعني فيه راكب هيطير كراجل أعمال أو سياحة أعمال أو سياحة علاجية هتجيني أو كارجو أو شحنة هيكون موجود مع القرى الأفريقية مجتمع الملوء الأعمالي اللي قاعد يشوف الكلام ده لازم ياخد الكلام ده في اعتباره ولازم ينزل ويعرف كويس جدا أنه في قطاع أو في طريق أو في خطة ورحلة تقارب الأسواق لابد أن يعلم أن الطريق ليس أبو مرحب بالورود محتاجين ندرس كويس محتاجين نعرف كويس جدا أنه احنا مش معرض أو اتنين أو تلاتة محتاجين ناخد الناس يعني أنا لو النهاردة مثلا كنت أتمنى أن احنا نكون من المجتمع الملوء الأعمال أو من القطاع الحكومي لدينا أكثر من ألف أوتوبيس أمام المعرض وناخد الناس من المنطقة الصناعة في 6 أكتوبر والعشر من رمضان والمركز الطب العالمي ومركز التأهيل العجوزة لازم من الناس تتفرج على البلد ويمكن السيد الرئيس أشار إلى هذا الكلام أكثر من مرة وروا الناس فراجوا الناس كلموا الناس وده شيء مهم جدا النهاردة عندنا فرصة صناحة أن 4 ألف أو 5 ألف أو 6 ألف أفريقي موجودين في أرض مصر لو إحنا النهاردة زي ما إحنا دشنا مبادرة النهاردة اسمها إيه سفراء للصناعة المصرية يعني إيه سفراء للصناعة المصرية لما أخذ واحد النهاردة حتى لو ما يستلاش مني هيعرف أن أنا عندي القدرة الانتاجية يعرف عندي أني عندي المساحة دي هترجعنا تاني نقطة فندم لدراسة السوق فكرة دراسة السوق اللي احنا قم نتكلم عليها هي مش دراسة بس لأن الدراسات أحياناً بتكون فيها جانب نظري لكن الجانب العمل والتطبيق على أرض الواقع المعرفة الحقيقية على أرض الواقع هو ده اللي بينقصنا داخلياً وخارجياً يعني اللي بنشوفه هنا رازم برضو نروح نشوف الأماكن اللي بيشتغلوا فيها يعني فيه مصانع كبيرة جداً نهاردة بنا باتكلم احنا بنزور أحد المصانع القبرى في المنطقة السويس الصناعية هذا المصنع مملوك لاستثمار أجنبي هو يملك مصنع زيه في غانا وبالتالي كان سفير غانا منباهر جداً انه بشوف نفس المصنع موجود احنا محتاجين نربط هذا الربط بشكل جيد محتاجين نعرف خطوط الطيران محتاجين نعرف اللغات اللي موجودة في القرى الأفريقية محتاجين كمان نتضرب على منظورة التجارة الدولية العالمية عشان نقدر نبقى فاعلي في المعارلة من 8 مليار لازم نستهدف 30 مليار في أفريقيا احنا محتاجين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر عن كيفية أفكار ما تروحها في المعرض عن سوق أفريقي مشترك عايزة من حضرتك احتمالية تنفيذ هذا السوق وحجم الاستفادة منه ممكن تكون إزاي خلينا أقول أنه لما مصر كانت رئيس الاتحاد الأفريقي فبرير 19 لمارس 20 سيد الرئيس أثر على أنه ينهي التوقيع للتجارة البنية الحر الأفريقية في يونيو 2019 في النيجر أعلنت اتفاقية البس التجريبية جاءت جاحت كورونا تأجل البس التجريبية لكن خلينا أقول لك أنه هو ده الطريق إلى السوق الأفريقي المشترك سوق الأفريقية مشتركة يعني حوافز يعني عمل مشترك في اتفاقية مشتركة يعني فيه رسوم وإعفاءات جمهوركية على الوصيلة على الخدمات على تمادل الخبرات على تمادل العمالة بين الدول الأفريقية على معلوماتية للقرارة الأفريقية على اشتراك في عمل بنية تحتها لهذا السوق كل ده فيه أمل وأمل وارد أن احنا نوصله عشان نقدر نوصله ونقدر نحققه لازم احنا كمان لكل داينة ثقافة العمل الأفريقي المشترك لأنه من يحقق السوق من هم أهل السوق هم مجتمع الملوء الأعمال سنع طجار مستثمرين إذا ما كانش فيه هذه الروح ربما هذه الأزمة الاقتصادية الموجودة حاليا والتي يمر بها العالم كله وتأثر بها العالم ومصر جزء من هذا العالم تخلق هذه الأزمة جزء إيجابي أن الجالب الذي رأيته في عين المصريين في هذا المعرض ورأيته في أكثر من محفل خلال تسع شهور أن المصريين كلهم جاهزين ويبحثون على فرص تصديرية دا يجعلنا نخرج لدراسة السوق على الأرض الخارجي ودراسة كيفية فتح أسواق جديدة وكيفية تدريب موظفين لهذه الأسواق وكيفية الاستثمار على مشروعات التجارة الدولية دا اللي يقدر يخلينا نقدر نوصل إلى حد كبير جدا لرفع هذا المعدل وهذا المستوى من 8 مليار لتسعة أو عشر 12 مليار ثم 15 مليار وكذا يمكن أن تحقق مصر نتائج إيجابية في تعزيز التقارب الأفريقي المشترك